اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقال اني قتلت تسعا وتسعين نفسا فهل لي من توبة فقال الراهب لا فقتله وكمل به مئة ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فاتاه فقال اني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة فقال العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق الى ارض كذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم واخرج من ارضك فانها ارض سوء فلما انطلق اتاه الموت فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة انه اقبل تائبا مقبلا بقلبه على الله وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط فارسل الله تعالى ملكا في صورة آدمي يتحاكمون اليه فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايته ما كان اقرب فهو منها فقاسوا ما بين الارضين فوجدوه اقرب الى الارض التي اراد فقابضته ملائكة الرحمة هذا الحديث العظيم نسرده على ما سامعكم مرة اخرى ونشرح بعد ذلك غريب هذه الالفاظ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم اي من بني اسرائيل كما جاء ذلك مصرحا به في رواية اخرى كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعا وتسعين نفسا وفي رواية تسعة وتسعين انسانا فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب والراهب هو العابد المبالغ في العبادة كما كنا قد فصلناه في مجالس سابقة في قصة جريج وهو الانسان الذي ينقطع للعبادة وينعزل عن الناس يتفرغ لله سبحانه وتعالى فدل على راهب فقال اني قتلت تسعا وتسعين نفسا فهل من توبة فقال الراهب وما ادراكم من راهب هذا الراهب الشيء المكروه الذي لا يعاقب الانسان عليه لا يأثم من اجله الشيء المكروه يجوز لك فعله مع كراها هذا الشيء الذي يجوز لك فعله مع كراها هو يراه من المبقات فكيف تأتيه وتقول قتلت وقتلت كم تسعا وتسعين نفسا فبمجرد ان سمع السؤال لم يفكر لحظة فقال لا فعندئذ قتله لفرط غضبه وشدة يأسه قتله وكمل به مئة فعندئذ رجع الى صوابه فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم والرجاء لانتباه الى الفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام في الاول قال راهب الان يقول عالم لاننا سنقف عند فائدة من فوائد هذا الحديث عند المغايرة بين هذين اللفظين لان الراهب قلنا متفرغ للعبادة يرى الشيء المكروه يرىه كبيرا اما العالم فهو الذي يحسن مداوات النفوس يحسن معالجة المرضى وهذا الذي ينبغي لنا ان نكون عليه ان نعيد الامل للمخطئ الانسان ما من انسان الا هو يخطئ يعني ليس العيب في الخطأ ولكن العيب في الاصرار على الخطأ فهذا العالم يعرف هذا يدرك الفرق بين الانسان الذي يصر بين الانسان المقبل على التوبة فقال له مباشرة نعم ومن يحول بينك وبين التوبة اي من الذي يكون بينك وبين التوبة لا احد لكن ارشده انك بارض قوم سوء ارحل الى ارض كذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم اذا فهو عالجه وفتح له الافاق افاق التوبة ورجوع الى الله سبحانه وتعالى ثم دله على شيء زائد وهو ان يخرج من الارض التي هو فيها وينطلق الى ارض قوم الى ارض قوم صالحين فعندئذ خرج الرجل كما في رواية البخاري فناء بصدره ايمال الى تلك الارض التي اخباره عنها العالم فادركه الموت حضره الموت لكن اي ملائكة ستدنو منها ام ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب ام ملائكة الرحمة التي تأتي بما يبشر النفس البشرية ام ملائكة العذاب التي تأتيه بمسوح تضعه فيه يعلى انتنيريح فعندئذ اختصمت الملائكة ملائكة الرحمة تقول انا اقبضه انه اقبل تائبا مقبلا بقلبه على الله العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية لكن ملائكة العذاب قالت لا انه لم يعمل خيرا قط وختم حياته قبل هذه التوبة بان قتل مئة نفس فعندئذ بعث الله تعالى ملكا في سورة ادمي بعض الرواية بيّنت لنا ان الله امر الملائكة ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فقال ذلك الملك الذي وفي سورة ادمي قيس ما بين الارضين الارض التي يريد والارض التي خرج منها فالى ايهما كان اقرب فهو من اهلها ان كان من الارض القريب من الارض الصالحة فهو صالح ويغفر له وتقبضه ملائكة الرحمة اما ان كان اقرب الى الارض ارض القوم الارض السوء فانه يكون من اهلها فلا يغفر له فقاسوا فوجدوه اقرب الى الارض التي يريدها لكن رواية البخاري بيّنت لنا سرا هنا لو لا الوحي ما عرفناه او تدرون ان الله تعالى اوحى الى الارض التي يريد ارض القوم الصالحين فقال لها ادني اقتربي واوحى الى الارض التي خرج منها انت بعدي انظروا الى رحمة الله فعندئذ قاسوا فوجدوه لا شك اقرب الى الارض التي يريد بشبر فقط هكذا رواية البخاري فعندئذ قابضته ملائكة الرحمة فغفر لها هذا الحديث العظيم نقف عنده ايها المشاهدون الاعزاء لنستخلص بعض الفوائد المهمة اول هذه الفوائد وهي وجوب التوبة والتوبة هي الرجوع الى الله والاوبة اليه تاب يتوب اي رجع يرجع فالعبد مأمور بالرجوع الى الله عز وجل عند الخطأ لماذا ليس العيب في الخطأ ولكن العيب في الاصرار عليه وانتبهوا الى ان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الجنة التي عرضها كعرض السماء والارض وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والارض ولا يمكن ان يتخيل الانسان عرض السماوات والارض فما بالك بطولها يصف هذه الجنة ويعدها لمن قال اعدت للمتقين فلنقف من هم هؤلاء المتقون لان الانسان اذا اسمع اعدت للمتقين فانه يتباظر في ذهنه مجرد خصار الخير انتبهوا جيدا قال عز وجل يصف لنا هؤلاء المتقين الذين انفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه الصفات رائعة ثم قال والذين اذا فعلوا فاحشة كبيرة او ظلموا انفسهم بصغيرة او اثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اذا من صفات المتقين انهم يذنبون يفعلون فاحشة يفعلون اثما ولكن لا يصرون يرجعون الى الله لذلك كانت التوبة فرضا واجبا على كل مسلم قال الله تبارك وتعالى وهو يأمرنا بالتوبة بالرجوع اليه يا ايها الناس توبوا الى الله توبة نصوحة وقال عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز وجل وانيبوا الانيابة ايضا هي الرجوع وانيبوا الى ربكم واسلموا له وقال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وهنا قسمة مهمة قسم الله تعالى العباد قسمين لا ثالثة لهما اما تائب او ظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا اظلم ممن اخطأ ولم يرد ان يرجع الى الله عز وجل بالتوبة والانيابة والتضرع لذلك لا بد ان نطرح سؤالا هنا اذا عرفنا ان التوبة فرض وواجب على من اذا احسننا الجواب عن هذا السؤال صححنا مفهومين خاطئين لان معركتنا اليوم معركة مع المفاهيم يعني الناس كثير من الناس لا يفهمون اشياء مهمة من الدين بل ربما فهموها خطأ فلذلك معركتنا الان معركة تصحيح المفاهيم لذلك ترون النبي النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الاحاديث يصحح المفاهيم اتدرون ما عن المفلس هم كانوا يظنون ان المفلس من الذي لا درهم له ولا متاع يعني انسان خلاص ما عنده ولا شيء من الفلس لان القيمة المال اما بالدينار وهو الذهب واما بالدرهم وهو الفضة واما بالنحاس الفلس ليس هو شيء قليل يعني فالانسان الذي له مال قليل مفلس يعني عنده غير فلوس من النحاس وش يدير بالنحاس فلذلك هو فقير في الحقيقة فلذلك تدرون من المفلس صحح لهم المفلس من الرقوب الرقوب اللي ما عندهش دراري الذي لا يولد له يموت له فعندئذ النبي عليه الصلاة والسلام لا يولد له ولكن لا احد منهم صالح فيذكر به في الدنيا والاخرة يصلح مثل هذا المفاهيم وهي مهمة جدا نتدرون من الصرع يغلب الناس لا الذي يملك نفسه عند الغضب كذلك تصحيح المفاهيم مقصد المقاصر هذا الدين لا بد من الوقوف عند بعض المفاهيم الخاطئة اذا عرفنا حكم التوبة الوجوب فرض من المخاطب بالتوبة المفهوم الخاطئ الأول الذي ذا عند الناس كثير منهم يظنون ان التوبة خاصة بمن بالمذنب بالعاصي فقط اذا قلت له توب إلى الله واجب علينا نتوب إلى الله وتوب إلى الله اسمع هذه الآيات التي تأمر المؤمنين بالتوبة شي يقول وهل تراني احرق الجوامع واهدم المساجد والصوامع فربما يظن ان التوبة خاصة ومخاطب بها من المذنب فقط وهذا خطأ لا بد منه لا بد له من توبة فالذي يخاطب بالتوبة ليس فقط المذنب بل حتى أولئك المتقون بل حتى الأنبياء والمرسلون لأن التوبة من مقامات من مقامات المرسلين من عبادات المتقين وعبادات الصالحين انظروا إلى المولى سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن إبراهيم ماذا قال إن إبراهيم الخليل إن إبراهيم الذي إذا ذكر ذكر التوحيد ذكر التضحية هو وأهله إن إبراهيم لحليم أواه منيب والإنابة كما فسرناها قبل قليل هي التوبة والرجوع إلى الله كان كثير التوبة إلى الله زد يقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مجاهد على الإطلاق ومع أعظم المجاهدين على الإطلاق وهم الصحابة الكرام يقول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم انظروا إن الله سبحانه يتوب على النبي على المهاجرين والأنصار انظروا إلى آية أخرى في سورة التوبة لذلك سميت سورة التوبة عندما ذكر لنا قوما باعوا أنفسهم لله وكان ثمن المقابل لهذا البيع هو الجنة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هذا هو البيع الذي تم بين المولى سبحانه وبين عباده بماذا وصفهم أول صفة ذكرها التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون إلى آخر الآية إذن فالتوبة أيضا يخاطب بها المؤمنون يخاطب بها الصالحون في كل ساعة لا بد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لماذا لأن الإنسان مهما فعل الصالحات مهما ترك السيئات والموبقات فإنه يبقى مقصرا في جنب رب الأرض والسماوات لذلك ترون داود عليه السلام مما يحكى عنه أنه قال ربي إن شكرتك فأنت الذي وفقتني إلى الشكر فكيف أشكرك من أجل النعمة الثانية من الذي وفقك إلى الشكر والله فكيف تشكره فأوحى الله إليه الآن شكرت يا داود اعملوا آل داود شكرا وقليلوا من عبادي الشكور الإنسان إذا أحس بالتقصير في جنب الله العلي الخبير سارع عندئذ بالتوبة إلى المولى سبحانه يستغفر من ذنوبه من تقصيره من فتوره أحيانا يغفل عن ذكر الله عز وجل أحيانا يفتر عن عبادة الله كما أراد في كثير من عباداته لذلك ترون النبي عليه الصلاة والسلام كما يفسح مسلم عن الأغر بن يسار رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انتبهوا توبوا إلى الله فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله في اليوم مئة مرة النبي عليه الصلاة والسلام يرجع ويتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وفي رواية أخرى فصح مسلم أيضا عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول مئة مرة رب تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور رب تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون أحيانا في مقام اليقين مع رب العالمين هذاك اليقين وربما إذا ذهب لشيء من أمور الحياة اليومية ترك ذكر الله عز وجل هذا يراه في حق الله عز وجل تقصيرا وتفريطا فيرجع بذلك ترى نفسك أيها المصلي وترى السنة قاضت لنا إذا انقاض المسلم من صلاته ماذا يقول أستغفر الله ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لماذا هل كان يعصي جاوب لا ربما ساه في صلاته ربما ما أدى صلاته كما ينبغي كما قال ابن عمر إذا كان إذا سلم يقول ويبكي لئن تقبل الله مني هاتين الركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها قيل له لماذا قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين انظروا إلى الحجاج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله كانوا بعرفات كانوا بالمزدلفة كانوا بأرض الجمع المشعر الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فلذلك لا بد أن يأي المسلم أنه مخاطب بالتوبة ولو كان صالح حتى لا يدخلنا الغرور لأن داء كثير مننا هو الغرور نأتي ببعض الصالحات فنبقى نمن بها على المولى سبحانه وتعالى مما يجعلنا نقف عن العمل الصالح نتوقف لا الله تعالى يريد مننا أن نواصل بماذا إذا شعرنا بالتقصير واصلنا في العمل لله العلي الخبير هذا هو المفهوم الخاطئ للصالحين نداء للصالحين لا تغفلوا عن التوبة المفهوم الخاطئ الثاني كثير مننا من المفرطين في حق الله عز وجل من المسرفين على أنفسنا وكلنا ذلك الرجل نظن أن التوبة قد لا تسعه يظن أنه لفعله لا يمكن أن تقبل توبته لا يمكن أن يقبل رجوعه إلى الله عز وجل فيصب باليأس والقنوط وهذا أعظم أعظم من الذنب نفسه أعظم من الذنب نفسه يعني الإنسان إذا ظن أن الله سبحانه لن يتوب عليه إذا تاب هذا الظن أعظم وشر من ذلك الذنب الذي فعله لماذا لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء أو تدرون ماذا قال هذا المذنب الذي ظن أن الله لن يتوب عليه وهذا أمر نشاهده في أرض الواقع علش ما يصليش لماذا لا يصلي لا يرجع إلى الله يظن أن الذنوب التي هو عليها لا يمكن أن تكفر فيبقى الشيطان يملي عليه ليواصل يعني يصاب بيأس بإحباط من أجل ذنب يقترفه لا الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء انتبه هذا كلام الله وانتجي تقول لا ذنب أعظم يعني ذنبك أعظم وأكبر من رحمة الله التي وسعت كل شيء هذا هو مفهوم كلامك إذا قلت لا أظن أن الله سيغفر لي لا أظن أن الله سيتوب علي إذا توبت إلي كأنك قلت إن ذنب أعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى ذلك يحذر المسلم أن يصاب بهذا الياس بهذا القنوط إنه لا ييأس من روح الله من إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه من إلا الضالون نعم الكافر الكافر هو الوحيد إذا مات على الكفر له الحق أن يقول لن يرحمان الله لماذا مات على الكفر والله تعالى قد قضى أنه لا يغفر لمن مات على الكفر لكن مدام المسلم مدام الإنسان في حياة مدام يلفظ أنفاسه فيمكنه أن يرجع إلى الله فيجد الله توابا رحيما عفوا غفورا وقد ذكرنا لكم قبل قليل أن الله لما وصف المتقين من جملة أوصافهم أنهم يفعلون الفاهشة مثل هذه الأمور إذا علمها المسلم إذا عرفها وأتقن فهمها فإنه عندئذ يفتح ماذا يفتح أملا لنفسه ولغيره انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله في نهار رمضان قال له إني هلكت وأهلكت يعني وقع على مرأته في نهار رمضان ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقش أو في الذنب أبدا لماذا لأن الذل الذي جاء يحمل هذا الرجل على عاتقه وكاهله جاء يحمل ذل عظيم يبوح بتوبة يبوح بذنب يرجو التوبة أمام النبي عليه الصلاة والسلام والله هذا أمر صعب فإذا به يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام لا لهم لا عتاب لا شيء ما قال له لماذا وأين كان عقلك أوطار صعوبك لا مباشرة فتح له أفق وآفاق التوبة فقال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا أو تجد ما تطعم به ستين مسكين قال لا فعندئذ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو لا يستطيع أن يعتق رقبه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو اجلس ما خطبوا عن الذنب مباشرة افتحوا الحل وجدوا الحل للذنب الذي فعله فقال اجلس فأتي بعرق من تمر فقال أخذه وتصدق به قال أو على أفقار منا يعني ما هناك أحد أفقار في المدينة مني فقال له خذه وأطعمه أهلك هذا الذي نحتاجه الآن مع المذنبين أن نفتح لهم آفاق التوبة والرجوع إلى رب العالمين حتى يعلموا صدق وعد الله عز وجل يبقى دايما متصلا بالله عز وجل حتى هو مذنب يعلم أن له ربا رحيما توابا غفورا وهذا الذي قتل مئة نفس انظروا ما الذي فعله مئة نفس قتله لكن لما جاء يرجو التوبة من الله عز وجل يرجو غفران الحوبة دله ذلك العالم على رحمة الله عز وجل الواسع فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة فعندئذ حدث ما حدث وسنقف إن شاء الله سبحانه وتعالى عند فوعد أخرى من هذا الحديث نكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه رفور رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى